اشتركوا في القناة انخفاض وردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بواحد فاصل خمس وثلاثين بالمئة وفي الموجز تتابعون فرنسا تستقبل رهائنها ومصادر نيجيرية تكشف دفع باريس عشرين مليون أورو مقابل تحريرهم مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل هذا المجز بعد الأمطار التي تساقطت على الجزائر العاصمة صباحة اليوم شهد الطريق المؤدي لمنطقة جاريدي انحرف شاحنة عن الطريق بسبب الأرضية زالجة حيث لم تشهد الحادث لحسن الحظ خسائر في الأرواح ناسيما الوفي عادت بيتالية نبقى دائما مع حوادثي المرور حيث عرف كذلك الطريق المؤدي لبلدية القبة انزلاق سيارة من نوع غولف حيث تضررت بشكل واضح لكن لحسن الحظ لم تخلي في الحادثة أية إصابات سيد أحمد هبيل أو هدبيل عاد بالصور التالية ما كنت نجري لا 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 ما كنت نجري وكان كنت نجري راني مت بالك وكان كنت نجري بلك وكان راني تسكن سيت قاع واحد نال يصبت شتام البرح اليوم بلك واحد دين سوستان داكسيدان وكما شهدت شهدة اليوم اضطرابات جوية في أحوال التقسي نعم ولنوافق بمزيد من التفاصيل حول التغيرات المناخية لنهار اليوم تلتحك بنا حاسب كروش أهلا قمر الدين أهلا إيمان مشاهدين الكرام السلام عليكم يعد هذا الاضطراب الجوي حسب مصالح الأرصاد الجوية الأول من نوعه لكونه يعد أول تسرب هواء بارد لفصل الخريف حيث أعطى لحد الآن كمية أمطار معتبرة محليا نذكر على سبيل المثل 10 مليمتر بوهران 18 مليمتر ببراقي 9 مليمتر بميلة بالإضافة إلى كمية أمطار متفرقة أخرى معدلها يتراوح ما بين 4 إلى 6 مليمتر وفيما يخص درجات الحرارة لم تتعدى 19 درجة بالعاصمة وتزيوز 17 درجة بعين بالسام وقسنطينة وحتى وهران وهذا في انتظار الكمية الأخرى ودرجات الحرارة التي سوف تسجل مساء اليوم ترقبونا في نشراتنا القادمة دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم شكرا حسيبة وستوافين بالمزيد في نشراتنا اللاحقة في شأن الاقتصادي انخفضت واردات والجزائم المنتجات الصيدرانية بـ 1.35% في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية وكذلك حيث بلغت 1.41 مليار دولار مقابل 1.68 مليار دولار تم تسجيلها خلال نفس الفطر من سنة 2012 وفقا لأرقام المركز الوطني الإعلام الألي والإحصائيات التابعة للجمارك وشهدت كمية الأدوية المستوردة تراجعا بنسبة 8.21% خلال نفس الفترة المرجعية حسب الأرقام التي أعلنتها مركز والإعلام للإحصائيات الوطني للإعلام الألي والإحصائيات التابعة للجمارك ويفسر هذا التراجع في فتورة الأدوية بعد ارتفاع فقط 13% سنة 2012 بالتراجع الذي بلغ 35% من المنتجات شفها الصيدلانية و16% من الأدوية ذات الاستعمال البشرية والتي تمثل أهم وردات الجزائر الشاملات من الأدوية ورغم هذا التراجع تبقى فتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري هامة بأكثر من 1.34 مليار دولار مقابل 1.60 مليار دولار خلال فطرة المرجعية أي نسبة تراجع بنسبة 6-16% حسب المركز الوطني للإعلام الألي والإحصائيات إلى موضوع آخر وإلى دويرها بالضبط تمكنت كالتيبة ودرك الوطني في دويرها من الإقاب عصابة متكونة من ثمانية أفراد مختصة في تزوير مقرارات الاستفادة من قطع أرضية هي في الأصل تعاونيات فلاحية مقابل قيم مالية خيالية وقد كانت العصابة تنشط شرق العاصمة من خلال النصب على ضحاياها أمين شابوني والتفاصيل العصابة كانت تنشط منذ حوالي ثلث سنوات في النصب والاحتيال والصمصرة في الأراضي الفلاحية وبيعها بمبالغ مالية باهظة العصابة كان نشاطها يمتد على ثلث بلديات بلدية باب حسن، بلدية دراريا، بلدية الخريسية أثناء توقيف هذه العصابة تمكن عناصر الكتيبة من حجز العتاد المستعمل في التزوير وتسع مقرارات استفادة مزورة مرفقة برخص بناء مؤقتة للبناء فراد العصابة عمارها مختلفة تتراوح بين ثلاثين سنة وستين سنة سيتم تقديمهم لاحقاً أمام الجهة القضائية من أجل جناية تكون جمعية أشرار التزوير واستعمال مزور في محرارات إدارية عمومية النصب والاحتيال التعدي عن الميكة العقارية وتغيير وجه الفلاحية لمستمرة فلاحية عن طابها الفلاحة ونبقى في الملف الأمني دائماً حيث أوقفت مصالح أمن مقاطعة الدائرة الإدارية لباب الواد بالجزائر العاصبة ثلاثة متورطين في جرائم متعلقة بحمل سلحة محظورة استرجع على إثرها ثلاث وعشرين سلاحاً محظوراً حسب ما فاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر كما أوضح نفسه والمصدر أن معالجة ذات الجرائم تم تخلال فترة الممتدة ما بين 4 إلى 18 أكتوبر الجري وتم تقديم الفائلين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد حيث صدر أمر بإداعهم الحبسة الاحتياطية كما تم بنفس المقاطعة حسب المصدر ذاته توقف سبعة متورطين في قضايا مختلفة سيما السرق المتبوعة بالتخريب العمدي وسرق تحت طائل التهديد ومعالجة ثمان قضايا ذات صلة بحيازة واستهلاك المخدرات أوقف أوقف خلالها ثمانية أشخاص وقضية متعلقة بالإقامة غير الشرعية من الملف الأمني إلى الشأن السياسي وفي هذا الشأن كان مستقبل رئاسيات 2014 أو مستقبل رئاسيات 2014 أكد عبد المجيد مناصر رئيس حيث بجبهة التغيير أنه لم يتم توصل بين مختلف الأطياف السياسية حول رجل التوافق وأضاف مناصر أن هناك أطراف سياسية بما فيها شخصيات تحاول لما شمل من أجل الإجماع حول رجل واحد يمثلها في رئاسياته المقبلة والذي سيعلن عنه في نهاية شهر ديسمبر المقبل أو بداية شهر شنفية إذا تم هذا التوافق هشام شريف رصد لنا تالي مشروع بمجموعة من الأطراف أحزاب وشخصيات حارسين على أن يكون لكتوافق لحد الآن هي الضائرة التساءل لكن لم تصل إلى المستوى ما نقضي نقوله بوصلنا للتوافق ما زال وصلنا للتوافق ولذلك نرى أن ننشر هذه الدعوة وهذه الفكرة الفكرة التوافق هو يأتي جزئية في هذه السياسة منفذ هذه السياسة الإعلان عن إمكانية التوافق أو عدم الإمكانية سيكون هذا في نهاية شهر ديسمبر أقصى بداية جونفي سيتضح هل هناك توافق أو لا لحد الآن هذه دعوة للتوافق في موضوع آخر اعتبر عبد المجيد مناصر رئيس حزب شبهة التغيير أن هناك أحزاب سياسية مشاركة في السلطة تحتكر تاريخ الجزائر التي شاركت فيه جميع الشرائح الاجتماعية من أجل تحريرها يمكن أن نقبل أن يجي حزب أو مجموعة تحتكر تاريخ وترى أنها هي صاحب التاريخ والبقية أصحاب جغرافيا وليس أصحاب أصحاب تاريخ يعني موجودين بالجزائر مش بالتاريخ بالجغرافيا لأنهم في جغرافية الجزائر هذا مرفوض ولذلك نحن دائما ندعو إلى تحرير الجزائر من الاحتكار سوى احتكار سلطة أو احتكار الوطنية أو احتكار الإسلام أو احتكار التاريخ الجزائري ومع أخباري الأحزاب السياسية دائما أوعز عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطنية الاتهامات والتشويهات التي تطلو الحزب من خلال تحركاته أو تصريحاته تصريحات أمينه العابة كونها محضة حملة انتخابية أكثر التفاصيل في ميكروفون مصطفى تنسي نحن متهمون بالتزوير وبسرق تقرير التزوير وبتجرم الاستعمار نحن الغطينا الاستعمار ونحن الذين نتكلم في المخابرات الجزائرية ونحن الذين نتكلم في المؤسسة العسكرية ونحن نتكلم كل هذه اتهامات القصد منها حملة انتخابية من عنده مترشح فليقدم هذا ما كان من جهة أخرى وأكد عمار السعيدان الأمين العام لشبهة التحرير الوطني عاشية لاحتفال بالذكرى التاسع والخمسين لاندلاع الثورة الجزائرية أن نواب الأفلان لن يقف مكتفي الأيدي حيال أي مبادرة لتمرير قانون تجريم الاستعمار